أعلنت جماعة أنصار الشريعة التابعة لتنظيم القاعدة في اليمن مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف منزل السفير الإيراني بصنعاء اليوم وقال تنظيم على صفحته بتويتر إن عناصره تمكنوا من ركن سيارة مفاخخة بجوار منزل السفير الإيراني في شارع حد جنوب صنعاء قبل أن يقوموا بتفجيرها ساعة 9 صباحا ودقيقتين مخلفة قتلى وجرح بينهم إيرانيون التنظيم أشار إلى أنه رغم التجديدات الأمنية من قبل قوات الأمن ومسلح أنصار الله إلى أنه تمكن من تفجير السيارة الأمر الذي أسفر عن تحطيم نوافذ منازل مجاورة قال إنها لديبلوماسيين ومسؤولين في النظام اليمني حد وصف بيان الجماعة